على كل حال الأزمة مش هتسيب حد وإحنا علينا أن نستعد لهذا الأمر قيادة سياسية زي أزمة كورونا فهمة وعرفة أبعاد الأزمة الحالية اللي حت هتجز في العالم كله طيب إحنا وضعنا إيه الغلابة والمساكين والطبقة المتوسطة اللي أعيتهم الأسعار وعملت لهم مشاكل فاتير الكهرباء ومش عارف إيه واضرب فين وخبط فين الناس بقت تعبانة والرئيس ما كان في كلية الحربية قال أنا حاسس بمعاناة الناس وشايف الناس ومهم مهم إن صنع القرار السياسي بعارف إن شعبه تعبان وشعبنا تعبان وقلت قبل كده واحد سواء ميكروباس قابلني في الجيزة اللي إحنا بنكح حطراب تجار ما عندهمش ضمير يلا ارفع في الأسعار زي ما أنت عايز أوضاع أحيانا تفرضها علينا مشاكل وأزمات وبنحس إن احنا في مجتمعنا تحيطنا الأزمات من كل اتجاه من بره ومن الجشعين ومن اللي بيتخبطوا ومن اللي مشيين بدماغهم بعيداً عن التوجيهات السياسية ومن اللي بيحاولوا يقنعون بأشياء لا يقتنع بها لكن كلام الرئيس في الكلية الحربية وكلامه النهاردة كمان في وهو بتكلم عن الكورونا وإزاي مصر قدرت تتغلب وقدرت تقوم بجهود يشيد بيها العالم تعالوا نسمعكم ماذا قال الرئيس ونرجع لكم الثاني في الأزمة دي ترجمة نانسي قنقر